أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف في الحديث الأول وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه في صدر هذه الخطبة وهي تتضمن جوامع التوحيد قسم من هذه الخطبة تلوناه في الحلقات الماضية وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد في هذا المقطع كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين المعرفة بعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء جميعا يحيط بها الله سبحانه وتعالى علما ومعرفة وقدرة الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء وهو قادر على تلك الأشياء بأسرها في هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء من الأشياء حافظ وجعل رقيب لا لكي يعلم بأفعال العباد وإنما لحكمة سنذكرها الله سبحانه وتعالى أوكل على كل إنسان ملائكة يكتبون أعماله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وأيضا جعل على كل إنسان ملائكة يرقبون أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذه المراقبة وهذا الحفظ سواء من الأخطار أو تسجيل ما يعمله الإنسان ليس لأجل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم عبر هؤلاء الملائكة كلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ملائكة ولا إلى كتابتهم ولا إلى شيء آخر من هذا القبيل فهو الغني المطلق وإنما الحكمة اقتضت بأن تكون هذه الأمور موجودة لأجل الحساب في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لكن رتب أمور الكون حسب الحكمة والمصلحة في يوم القيامة حينما ينشر الناس للحساب طبعاً الإنسان أمل أعمال كثيرة هذه الأعمال يجازى عليها الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر عدله للناس أجمع ويريد أن يظهر فضله لهم كان يمكن أن يحشر الناس إلى الجنة أو إلى النار بدون حساب أو كتاب لكن يبقى عالق في نفوز هؤلاء الناس أنهم دخلوا الجنة باستحقاقهم الذاتي أو دخلوا النار من غير استحقاق الله سبحانه وتعالى لا يريد في الآخرة هكذا أمر بحيث أنه يبقى في نفس إنسان أنه دخل الجنة باستحقاقه أو دخل النار من غير استحقاق يريد أن يبين لهم أن من يدخل الجنة إنما يدخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى لا أحد يستحق على الله شيئا نحن الآن بصلاتنا بصومنا بعبادتنا هل نستحق شيئا على الله؟ كلا لماذا؟ لأن الله خلقنا وغمرنا بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإذا عبدنا الله سبحانه وتعالى هذه العبادة وهذه الأعمال الصالحة لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا فإذا إحنا كل حياتنا قضيناها في عبادة الله هل هذه العبادة تكافئ نعمة خلقنا؟ هل هذه العبادة تكافئ وتساوي هذه النعمة الكثيرة التي حباها الله سبحانه وتعالى إيانا؟ كلا وفي دعاء الإمام الحسين يوم عرفة الإمام يشير إلى هذه الحقيقة بأن الإنسان إذا صرف كل وقته في عبادة الله ما كافأ نعمة واحدة من نعمه فبهذه العبادة لا يستحق شيئا آخر فيما مضى ذكرنا مثال أنت تجد إنسان فقير تخرجه من فقره تمنح من المال منح تكفيه فإذا هذا الإنسان قال لك شكرا مقابل هذه الكلمة شكرا هل يستحق عليك شيئا؟ كلا هذه شكرا لا تكافئ ما فعلته أنت من المنحة ومن الحبوة التي منحتها إياه وحبوتها إياه لا يكافئ ذلك فبكلمة شكرا لا يستحق شيئا لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه قال إذا أطعت ولو هذه الإطاعة قليلة سأنعم عليك نعمة جزيلة أخرى خلقك كان نعمة غمرك بن نعم هذه نعم أخرى إذا عبدت الله سبحانه وتعالى بسبب هذه العبادة والطاعة سأمنحك ثوابا جزيلا هو الجنة الذي لا نهاية لها هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فلا أحد حتى من الأنبياء والمرسلين يستحقون شيئا على الله إلا أن الله وعدهم والله لا يخلف المعاد وكان يمكن أن لا يعذهم في يوم القيامة في حديث شريف إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس حساب بحيث أن أهل الجنة حينما يدخلون إلى الجنة يعلمون ويدعنون أن الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم غفر ذنوبهم سترها كفر عن معاصيهم قبل طاعاتهم فبعد ذلك أدخلهم الجنة بفضله هذا بالنسبة إلى أهل الجنة أما بالنسبة إلى أهل النار فلا يدخل أحد في النار إلا عن استحقاق لأن العذاب من غير استحقاق هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد الإنسان الذي يكفر بالنعمة والذي يخالف مولاه والذي يعصيه يستحق العقاب عقلا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين والمحكمة الكاملة والإنسان يؤتى بكتاب أعماله الذي كتبه الملكان بل أعماله تحضر أمامه بناء على تجسم الأعمال فإذن الإنسان حينما يحاسب هذه المحاسبة الكاملة الملائكة شهود كتاب أعماله يده ورجله وجلده تشهد عليه كما في آيات متعددة من القرآن شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم في آية أخرى وتكلمنا أيديهم وقالوا في الآية الأولى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا فحينما الشهادة تكمل هناك أهل النار يذعنون بأن دخولهم في النار عن استحقاق فإذا الله سبحانه وتعالى جعل حافظ وإن عليكم لحافظين يعني يسجلون أعمالكم أو في آية أخرى حفظه يعني يحفظونه من أخطار من الأخطار الأرضية والسماوية يحفظونه من أمر الله يعني حفظا ناشئا عن أمر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا ليس لآجل أن يعلم فهو العالم قبل أن يخلق الخلق وإنما لآجل اقتضاء الحكمة لذلك حيث يكون الحساب وحيث تكون الجنة ثم النار كما بيناه فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول لكل شيء منها يعني مما في السماوات والأرض حافظ ورقيب وقد ذكرنا أنه بالنسبة للإنسان ولعل الجن لأنهم مكلفون أيضا هناك حفظة وهناك رقباء لكن بالنسبة إلى بقية الموجودات من الحيوانات والنباطات والجمادات لا يوجد لها أعمال اختيارية أو أعمال كلفت فيها يعني الجمادات ليس لها أعمال اختيارية الحيوانات ولو لها أعمال اختيارية لكنها ليست لها عقل فلذلك غير مكلفة فالحافظ والرقيب لا يكتب أعمال مثلا الجمادات أو الحيوانات وإنما بمعنى آخر بمعنى أنه هناك ملائكة تدبر الأمور والمدبرات أمرا بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره هذا الحيوان هناك ملائكة يحفظونه من الأخطار إلى أن تنزل تقديرات الله سبحانه وتعالى الحتمية يتنحون عنه وينزل عليه الخطر أو التقدير الإلهي الحتمي وكذلك بالنسبة إلى الجمادات هذه تسير ضمن منظومة تكوينية جعلها الله سبحانه وتعالى وجعل الملائكة تدبر تلك الأمور وقد ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أن الأسباب الطبيعية هي الله جعلها الله جعل هذه الأسباب الطبيعية لكن هناك أسباب واقعية التي تلك الأسباب تكون بيد الملائكة بإذن وبأمر من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا هذا المثال إنسان يقتل إنسان في الظاهر القاتل هو الذي سلب هذا المقتول روحه هذا سبب ظاهري حينما أطلق عليه النار فأرداه قتيلا السبب الظاهري أن القاتل هو الذي أخرج روح هذا المقتول لكن السبب الواقعي ملك الموت أو أعوان ملك الموت توفته رسولنا قل يتوفاكم ملك الموت ولذلك إذا كان سبب ظاهري بدون سبب واقعي لا يؤثر الأثر في يوم القيامة الكفار في نار جهنم ويحترقون ولكن لا يموتون ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لماذا لا يموت لأن النار صحيح هي سبب ظاهري للموت لكن السبب الواقعي هو أن الله سبحانه وتعالى يأذن لملك الموت أو لأعوانه بفصل الروح من جسم هذا الإنسان في النار الله لا يأذن لأحد فهذه الروح تبقى في هذا الجسم وهذا الجسم يحترق يتحول إلى رمال ثم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدون موت فإذن الحافظ والرقيب بالنسبة إلى الجمادات وبالنسبة إلى النباتات وبالنسبة إلى الحيوانات السبب الواقعي هم المدبرات أمره لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لذا الإمام يقول لكل شيء منها يعني مما في السماوات العلا والأراضين السفلة حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط يعني الشيء الأصغر يحيط به الشيء الأكبر يعني نحن الآن جالسون في هذه الصالة هذه الصالة تحيط بنا ثم الغلاف الجوي يحيط بنا ثم هذه المنظومة الشمسية تحيط بالغلاف الجوي ثم مجرة درب التبانة تحيط بالمنظومة الشمسية ثم هناك شيء آخر يحيط بملايين المجرات إلى أن يصل إلى الكرسي الكرسي يحيط بكل الأشياء وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي المادي لأن هناك كما ذكرنا الكرسي له معاني من معانيه الشيء المحيط بكل الأشياء ثم العرش يحيط بكل الوجود فشيء منها أكبر من شيء ويحيط بشيء لكن كل هذه الأشياء التي يحيط بها العرش ونفس العرش الله سبحانه وتعالى يحيط بها علما وقدرة وكان الله بكل شيء محيطا ليس إحاطة جسمية لأن الله ليس بجسم ولا إحاطة مكانية لأن الله سبحانه وتعالى ليس مكان للأشياء وهو منزه عن ذلك وإنما بمعنى إحاطة العلم والقدرة كل الأشياء في علم الله وكل الأشياء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وكل شيء منها بشيء محيط إلى أن يصل إلى العرش الذي يحيط بكل الأشياء والمحيط بما أحاط منها من هو الذي يحيط بكل الوجود إحاطة علم وقدرة الله سبحانه وتعالى والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد لماذا ذكر هذه الأوصاف الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الواحد الأحد الصمد هذا بيان سبب إحاطته الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو القديم أو حسب تعبير المتكلمين هو واجب الوجود وهو الصمد الصمد بمعنى السيد المصمود إليه الذي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى أي شيء فوحدانية الله سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته هي السبب في أنه يحيط بكل الأشياء علما وقدرة وهذا تفصيله قد مر فيما مضى لذلك نختصر بهذا المقدار بعد هذا الكلام الإمام ينتقل إلى مقطع آخر بعد بيان سعة علمه وبعد بيان إحاطته بكل شيء إحاطة علم وقدرة من الصفات الجلالية بمعنى الصفات التي يجل الله سبحانه وتعالى من أن يتصف بها أو يعبر عنه بالصفات السلبية التغير الله لا يتغير يجل عن أن يتصف التغير هذا الكون يعبر عنها المتكلمون بعالم الكون والفساد لماذا؟ لأنه يتكون شيء ثم بمرور الزمان يصل إلى نهاية قوس الصعود نهاية القوة ثم بعد ذلك يبدأ قوس النزول إلى الإضمحلال هذا كل شيء في الكون الإنسان يبدأ من نطفة علقة كذا 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 إلى أن يولد طفلا صغيرا ثم يبدأ في التكامل إلى أن يصل إلى ذروة تكامله الجسدي بعد ذلك يبدأ في قوس النزول ومن نعمره ننكسه في الخلق النباطات كذلك البذرعين حينما تزرع تبدأ بنباط صغير وهذا النباط الصغير بمرور الزمان يتحول إلى شجرة كبيرة وهذه الشجرة الكبيرة تقضي وقتا ثم بعد ذلك يبدأ سير النزول فيها إلى أن تموت تتحول إلى خشبة حتى السماوات والأرض العلم الحديث يقول أن الكرة الأرضية مر من عمرها أربعة مليارات سنة وهم يقدرون ما تبقى من عمر الكرة الأرضية بأربع مليارات سنة أخرى يعني الآن في الحد الوسط يقدرون أن النجوم حينما تبدأ تولد بكيفية مذكورة في علم النجوم وعلم الفلك ثم بعد ذلك تبدأ بالتوهج إلى أن ينتهي وهجها العية تقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ثم بعد ذلك تنفجر ويبدأ من هذه المادة التي انفجرت تكون نجوم ومنظومات أخرى هذا تفصيل مذكور في علم الفلك والآن طبعا يعني في المدارس المتوسطة والثانوية وفي الجامعات تدرس هذه العلوم حتى في مثلا بعض الأفلام الوثاقية تعرض فعادة الناس يعلمون بهذه الأمور كل شيء في هذا الكون يتغير الزمان يغيره لكن بين تغير بطيء أو تغير سريع والذي لا يتغير هو الله سبحانه وتعالى لماذا الإنسان يتغير للحاجة الإنسان يحتاج فلذلك يتغير له أمد حينما ينتهي هذا الأمد يتغير أو التغير يبدأ للانتهاء إلى ذلك الأمد الله سبحانه وتعالى هو الآخر لا نهاية له الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق فلا معنى لأن نقول إنه يتكامل هذا محال تحصيل الحاصل نحن نتكامل للحاجة الطفل يولد يحتاج إلى أن يتكامل لأنه فاقد للعلم فاقد للقدرة الجسدية فاقد لكذا فاقد لكذا يبدأ بالتكامل لكن لأنه إلى الأمد فحينما يقرب إلى الأمد يبدأ بالتسافل إلى أن ينتهي إلى الموت مثلا لكن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه هو الآخر يعني لا نهاية له فلذا لا يعقل فيه التغير وقد ذكرنا فيما مضى قرهانا عقليا لذلك نختصره في بضع جملات ذكرنا أنه بضرورة العقل يستحيل وجود هذا الكون بعد عدمه من دون خالق يعني هل يمكن أن يوجد هذا الكون لم يكن ثم كان بدون خالق هذا مستحيل ولذلك الماديون الذين كانوا يزعمون أن الكون تولد صدفة هذا كلامهم انقرض الآن حتى الماديين الجدد لا يقولون بهذا الكلام لأنه سخافة هذا الكلام ومخالفته للعقل أمر بيّن أنه الشيء صدفة يوجد فلذلك لا بد أن يكون هناك شيء قديم لا أول له الماديون الجدد يقولون أن الشيء الذي لا أول له هو الماد لذا يقولون المادة أزلية الإلهيون يقولون أن الشيء الأزلي هو الله سبحانه وتعالى فإذن هناك اتفاق بين الماديين والإلهيين على وجود أزلي لكن الخلاف في أن هذا الوجود الأزلي هو الله أو هو المادة لماذا اتفقوا؟ الإلهيون هو واضح الماديون بعد أن عرفوا سخافة القول بأن المادة وجدت صدفة قالوا أنها أزلية الإشكال اللي يرد على الماديين شنو هو؟ أنه هذه المادة إذا كانت أزلية يقولون كانت هناك مادة قبل 14 مليار سنة حدث انفجار ومن حدوث هذا الانفجار في المادة تكونت السماوات والأرض وما إلى ذلك هنا يجيهم السؤال لماذا انفجرت هذه المادة اللي هي أزلية قبل 14 مليار سنة؟ لماذا؟ لماذا قبل ذلك لم تنفجر؟ لماذا بعد ذلك لم تنفجر؟ ليس لهم جواب عن هذا التساؤل لأن هذا التغير يحتاج إلى من يغير لذلك الآن بعضهم اللي هم مو ماديين يعني بعض علماء الطبيعة والفيزياء غير الماديين هنا يقولون ما يعبرون عنه بالخلية الإلهية يقولون هذا الانفجار حدث بإرادة من الله سبحانه وتعالى هكذا يعللون هذا الانفجار أما علماء الطبيعة والفيزياء الماديون حائرون التغير يحتاج إلى من يغير من الذي يغير؟ ولماذا إذا هو أزلي يعني لا بداية له لماذا في طول الأزل لم يكن هناك انفجار؟ في هذا الوقت حدث الانفجار ما الذي حدث؟ لا تفسير لهم لذلك هذا تبسيط الفكرة لتوضيحها حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير لأن التغير إما أن يكون بسبب مغير يعني لازم يكون هناك شيء أقوى من الله والعياذ بالله هو اللي يغير فهذا خب مستحيل لماذا هذا صار الرب؟ خذاك لازم يصير الرب المغير لأنه أقوى وإما الحاجة يعني نحن نتغير أنا جالس هنا بعد ساعة أقوم وأذهب لماذا قمت وذهبت؟ للحاجة إلى القيام وإلى الذهاب الحاجة سبب للتغير أو زوال كمال يعني واحد له كمال هذا الكمال يزول بالتدريج ويتغير وكل ذلك مستحيل في الله سبحانه وتعالى الله لا يوجد شيء أقوى من حتى يغيره الله سبحانه وتعالى ليس فيه نقص حتى يحتاج للتغير لرفع ذلك النقص الله سبحانه وتعالى لا يفقد كمالاته حتى يتغير من كمال إلى نقص كما كانت تزعم اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة يقولون أنه خلق السماوات والأرض وبعد ذلك ندم ولا يتمكن من تغيرها والعياذ بالله من كلامهم فلذا الله سبحانه وتعالى لا يتغير نحن الذين نتغير وكل شيء وقع في الزمان فهو يتغير الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان لأنه خالق للزمان ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الذي لا يغيره صروف الأزمان الصروف من الصرف يعني الانتقال من حال إلى حال الزمان ينتقل كلما مر الزمان الزمانيات تتغير لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وليس في الزمان حتى يغيره الزمان ولا يتكعده صنع شيء كان نحن حينما نصنع شيئا نتعب نشوف العامل المهندس المخترع الصانع يبدأ بعمل ساعات مثلا يتعب لماذا؟ لأنه قدرته بالمواصلة العمل تقل يعني العامل البناء مثلا يجي في الساعة الأولى وهو كتلة من النشاط يبدأ بالبناء لكن بمرور ساعة ساعتين ثلاث ساعات هذه القدرة تقيل 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 إلى أن يصل إلى مرحلة يشعر بالتعب وبعد ذلك يشعر بالإرهاق ولو واصل العمل لعجزة عن الاستمرار حتى المفكر عندما يبدأ بالتفكير أو بالعمل العقلي أيضا له مدى إلى أن يتعب يحتاج إلى استراحة هذا هو التغير في تقليل القدرة يحتاج إلى أن ينام يستريح إلى أن يجدد الطاقة مرة أخرى الله سبحانه وتعالى لا يتغير فكلما خلق ويخلق لا يعجزه شيء ولا تنقص من قدرته شيء أمره كن فيكون إذا الله سبحانه وتعالى يخلق ذرة أو يخلق مجرة لا فرق خلق المجرة على عظمتها أو خلق الذرة على صغرها عند الله سبحانه وتعالى سيان هذا الأمر يختلف بالنسبة لنا لذا الإمام يقول الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده يعني لا يثقل عليه صنع شيء كان يعني شيء وجد هل يثقل على الله سبحانه وتعالى؟ كلا إنما قال لما شاء كن فكان فالله سبحانه وتعالى يقول كن الأشياء توجد هل سيقول كن دفعة كآدم مثلا أو كن تدريجا لحكمة كسائر الناس لكن الله سبحانه وتعالى كيف أراد هكذا الخلق يخلق فلا الخلق يقلل من قدرته يصير تغير في قدرته ولا الزمان يغير من ذات الله سبحانه وتعالى هذا مقطع من الكلام وبقية مقاطع هذه الخطبة نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر